السلام عليكم هنتكلم في محاضرة النهاردة عن السيميو لينك هتلاقينا ان احنا في المرحلة الاخيرة من الكورس بتاعنا وعلشان تفتح سيميو لينك فايل ممكن تيجي هنا على نيو وتختار سيميو لينك موديل او ممكن تيجي هنا وتضغط على سيميو لينك او ممكن تيجي هنا وتكتب سيميو لينك هيفتح لك الشاشة اللي قدامك ديت هنختار بلينك موديل علشان احنا بنفتح السيميو لينك دوت الاول مرة فهيفتح لك الشاشة ديت علشان تتدي تبني موديلز او تشوف ايه التولز اللي موجودة جواه هتروح على اللايبريري هنا وهتضغط عليها اول خانة في السيميو لينك هتلاقي متعلقة بالبلوكس اللي هي كومن ليوست زي مثلا الانتجريتور البرودكت الماكس الديماكس الجينز تاني خانة هي الكنتينوز هتلاقي فيها مثلا زيرو بول ترانسفير فانكشن هتلاقي فيها التر ستيت سبيس هتلاقي فيها حاجات تانية تالت خانة دي هتلاقي فيها بعض اللي احنا استخدمناها في او رابع خانة هي الديسكنتينيو تسو هتلاقي فيها مثلا حاجات زي الخانة اللي بعديها فيها اي حاجة متعلقة بالديسكريت بعد كده او ودي مسلا ممكن تلاقي فيها فيها بلوكس متعلقة باكبر من اصغر من حاجات زي كده فممكن تشوفهم واحدة واحدة اهم حاجتين فيهم برضو هي الاسورس الامبوت سيجنال ستيب فانكشن امبالس فانكشن ساين ويف سيجنال جينيريتور وعندنا هنا برضو السينك اللي هي بتزهر لك الاوتبوت ده بتاعتك ممكن تزهرها على سكوب ممكن تزهرها على ديسبلاي ممكن تطلعها على زي البلوك ده مسلا وتعالى دلوقتي نبتدي نعمل سيمبل لوجيك سيركيت فمسلا هناخد عندنا ديسبلاي كل اللي بتعمله ان انت بتسحبه من هنا وبتحطه في الموديل بتاعك وزا انت عايز تاخد كزا نسخة من الدسبلاي دوت تضغط عليه وبكليك كنترول تنزل لتحت فيسحب لك نسخة منه تنزل لتحت تاني هيسحب لك نسخة منه وبعدين هناخد مسلا نوعين من الداتا في السورس هناخد الكونستانت مسلا وهناخد بلس جينيريتور هنيجي في اللوجيك والبيت اوبريشنز وهناخد لوجيك اوبريتور وممكن ناخد نسخة منه تاني بكنترول وتسحب البلوك لتحت علشان نكبر الشاشة دا نخليها تبقى تعمل فيت على البلوكس اللي موجودة بس فهنيجي على فيو وهنختار زوم وفيت تو فيو البلوك الاولاني ازا ضغطنا عليه دابل كليك هتلاقي ان هو عبارة عن انت جيت البلوك التاني فزغطنا عليه ممكن نغيره مسلا نخليه وممكن تتحكم في عدد الامبوتس ليه ممكن تخليهم تلاتة اربعة فمسلا ازا خليناهم تلاتة هيزهر لك بالشكل اللي قدامك دا هيبقى فيه تلات مداخل ليه خلينا نضغط على البلوك داوت ونغير البريوت بتاعته بدل ما هي تن مسلا نخليها او بوينت ناين وهندوس اوكي البلوك دا بيجي لي منه يا زيرو يا وان وده جايلي واحد ممكن نغير الكيمة بتاعته مسلا نخليها سفر وهنبتدي نوصل بتاع灯 وفي Agate زي ما احنا شايفين فاخنا عايزين مسلا ان الروان يتكون لها تبقى وان واز جايلي هنا البلس جينريتور وهنخلي الخرجي بتاع الغول داوت يجي على ديسبلي داوت والخررج بتاع ال غال جايلي داوت ومفروض ان الانت هتشتغل ازا جايلي هنا وان وده هنا وازا جايلي بردو من الايه من البلس جينريتور وان اما ال اور ازا في هشغال فهيجي هنا وان فدائما هنا هتزهر ازا دوسنا هنا هيعمل العشر ثواني بسرعة ومش هتلحق تشوف حاجة. ممكن تيجي على وتضغط عليه فده بيشتغل بمعدل تقريبا او بوينتو ساكند. فزا ضغطنا عليه فهو اول حاجة سفر. بعد كده او بوينتو فور. بعد كده او بوينتو فور. بعد كده او بوينتو فور. فهتلاقي الاركام تتغير حسب كل سيجنال حسب هنا في واحد وواحد ولا هنا في واحد وصفر. ده دايما هيزهر الواحد لان في واحد فيهم على الاقل جاي للأور جيت. كل ما هنضغط هتلاقي ان معنى كده دلوقتي جاي ليس واحد فيهم بواحد والتاني بسفر. فهنا جاي واحد وهنا جاي واحد عشان كده ازهر لي واحد. تاعات مسلا ان انت بتشتغل بتبقى مسلا عايز تخلي الامبوت داتا تكون لونها اخضر والاوتبوت داتا مسلا تكون لونها ازرق. فعلشان نعمل كده بنعمل كليك مين. فده كده هيغير لك الاطار الخارجي للون. وده كده هيغير لك الباك جراوند بتاعت اللون. فمسلا ازا اخترنا جرين. فهتلاقي زي ما انت شايف. وهنا ازا عملنا كليك رايت. واخترنا مسلا الاورانج. فهتلاقي الاطار الخارجي ليه بقى اورانج. فادي مسلا الشكل بتاعه. طيب خلينا مسلا ناخد ساين ويف. ونيجي على مسلا ناخد ونيجي على ناخد سكوب. ودلوقتي احنا عايزين ندخل الساين ويف ديت او الساين سيجنال ديت على فمعنى كده ان الساين هتبقى كوزاين. وعايزين نزهر الاوتبوت داتا دوت علي سكوب. فازا حبنا نعمل كده فكل اللي هنعملو هنوصل دوت هنا ودوت هنا. ونعمل ران. وبعدين نتغضى بالكليك. فيزهر لك الشكل اللي قدامك دوت. طيب فانا افترض مسلا ان انت عايز تزهر الاوتبوت داتا دوت على السكوب. وعايز في نفس الوقت تزهر الاوتبوت داتا برضو على السكوب. ففي الحالة دي هنحتاج ماكس. كل اللي هنعملو هنيجي هنا على الكمالي يوست بلوكس. وهنختار الماكس. وهنحطو هنا. وهنمسح السيجنال ديت. وهنوصل الاوتبوت دوت هنا. وكده احنا هنزهر الاتنين سيجنال. هنزهر الاوتبوت. ازا عملنا ران. وضغطنا دابل كليك. اما في حالة ان انت عايز تزهر الاتنين في نفس بس يكون في مربع هنا صغير يزهر لك السيجنال بتاعت الاوتبوت مسلا ومربع تاني يزهر لك السيجنال بتاعت الاوتبوت. فكل اللي هتعمله ممكن تاخد من البلوك دوت. مع تسحب الماوس. هنزل لك بلوك تاني. وبعدين هتضغط على دابل كليك. وهتيجي على وبدل ما عندك هتخليها توب. وهتدوس اوكي. فهتلاقيه زهر لك علمتين زي ما انت شايف. بعد كده على نفس البلوك هتيجي على وعلى بعد كده هتختار اتنين. كده عملهم لك ان هما بقوا اتنين. ناخد سيجنال من الاوتبوت زي ما احنا كنا عايزين. وناخد سيجنال من الامبوت سيجنال. وبعدين ازا عملنا ران. فهتلاقي البلوك الاولاني في الرسمتين زي ما هو. اما البلوك التاني. فهتلاقي كل رسمة مرسومة في البلوك لوحده. خلينا مسلا نعمل في الموضل اللي قدامنا دوت. بس فنفترض ان انت عايز تكتب هنا كلام تقول ان ده عشان لما تفتحه في المستقبل تبقى عارف ان البلوك ده كان بيحكي عن ايه. فهتيجي على وهتضغط هنا. وبعد كده تكتب مسلا وبعدين هنبتدي نيجي على نختار بتاعتنا. وكمان هنختار تانية مسلا دي هتكون بتاعنا. وبعد كده هنيجي على مسلا نختار ستيب سيجنال ستيب امبوت. وبعدين ممكن نيجي على نضغط على الكلام اللي مكتوب تحته ونغير الكلام مسلا لكونترول. ودوت نخليها عادية. وبضبل كليك على تقدر تغير الايه المحتوى اللي فيه. فنفترض ان هو كان اس بس في البسط فهنحط سفر قبليه. وسفر بعديه. معنى كده ان الاس باور زيرو بزيرو. والاس سكوير بزيرو. وهنا تحت فنفترض مسلا ان كان اس سكوير بلاس تو اس بلاس وان فهتبقى وان تو وان. فهنا دوت معامل الاس باور زيرو. ده المعامل اللي مضروب في الاس. وده المعامل اللي مضروب في الاس باور تو. وهنقول اوكي. هتلاقيه غيرها لك للشكل ده عشان الترانسفير فانكشن بقت كبيرة شوية. ازا عملت ري سايز للموديل. فهيزهر لك الترانسفير فانكشن بتاعتك. وكده وصلناه. وخلينا نخترض ان الكنترول كان زي ما هو كده. فدي مسلا الانبوت سيجنال. وهنا هنوصل مسلا الرفران سيجنال. نفس الحال. هناخد سيجنال من هنا. وسيجنال من هنا. وهنعمل ران. فازا بصنا عليه فهتلاقي ان السيجنال طلعت ونزلت تاني. علشان هنا كان في اس. فمعنى كده ان لما بيروح لانفينيتي الاس دي بتقول الزيرو. فعشان كده طلع لك سفر. ازغيرنا الكيمة ديت وخليناها واحد. في الاس باور زيرو. وهنا في الاس خليناها سفر. وقلنا اوكي. ودوسنا ران. فهتلاقيه زهر لك الاوتبوت سيجنال اللي انت شايفها ديت. نفس القصة في البلوك دوت. ادي الاوتبوت. وادي في هنا زرار اسمه المودل كونفيجوريشن. ازا اضغط عليه. هتلاقي فيه الويندو اللي قدامك ديت. الويندو دي فيها الستارتنج تايم والستوبنج تايم. واهم حاجة عندك هي السولفر. فممكن تكون انت مش عايز تخدم السولفر الديفولت بتاع المتلاب. ممكن تكون انت مسلا عايز تستخدم الاودي اي فورتي فايف. اللي هي تستخدم كوتة في وبرضو في ممكن تكون انت مش عايز 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 ازا انت مسلا بتحل حاجة او حاجة زي كده. فهندغط اوكي. وحاجة تانية مسلا. فنفترض ان المودل اللي عندك هنا القيمة اللي فوق دي كانت عبارة عن جين. مسلا كي. مكتوبة في ومسلا هنا هو بيديك الاشرار حمرة لان انت مسجلتش الكلام دوت في وهنا دي مسلا كانت عبارة عن كانت بي وديت مسلا كانت جي. ودوسنا اوكي. فهو حطيلك القيم ديت. بس ازا عملت هتلاقي يقولك ان في مشكلة. وازا جيت دغطي على المشكلة ديت. فهتلاقي هيطلع لك علامة صفر يقول لك ان دوت هو اللي في المشكلة. ودي ميزة في السيميولينك. ممكن تيجي في كماند واندو مسلا وتكتب الكي اقوال وان. بعد كده البي اقوال تو. بعد كده مسلا ان الجي اقوال وان زي ما كانت موجودة. فهتلاقي الكلام دي كلها تخزنت في الورك سبيس عندك. فازا اجينا تاني وعملنا ران. مفروض هيشتغل ومشبه فيه اي مشكلة. فممكن تاخد داتا موجودة في الورك سبيس للموديل بتاعك. الجماعة اللي بتشتغل مسلا بالبي اي دي ممكن تشيل الكونترولر دوت خالص. وممكن مسلا تحط بي اي دي في بلوك جاهز اسمه بي اي دي. ازا تغطي كليكتين عليه. هيزهر لك البلوك دوت. وهنا فيه كيمة البروبورشنال جين الانتجرال جين والدريفاتف جين. وممكن تعمل لهم تيون. فهنقول قيعة القيمة اللي موجودة ديت. وزا عملنا ران. هتديك رسبونس اللي قدامك دوت. علشان احنا مستخدمين البي اي دي. في اوبن لوب. مش مستخدمينه ككلوز لوب. كنا حلنا المشكلة ديت في محاضرة فاتت كان عندي لسيت موديل وبعد كده جبنا موديل. فخلينا بصينا على المعادلة اللي قدامنا ديت. ونعمل ران. فهتلاقي القيم بتاعت الكونفرجن من لكونتينيوز بيت موجودة عندي هنا في الكماند ويندو والفاريابولز ديت بيت متسجلة عندي في الورك سبيس. فازا جينا على وروحنا على واخترنا فاحنا زي بصينا عندنا هنا هتلاقي بقى فيه اوتبوت داتا وفيه امبوت واحد بس دخلي فمعنا كده ان احنا محتجين لي ماكس فهنيجي هنا عشان فيه اتنين اوتبوت داتا اطلعين وهنوصل واحد هنا واحد هنا وعندنا فيه امبوت واحد بس هندغط double click وهنغير ال Geoff enjoying the edit. с. نتيجة اللي تلعت لنا في و bc. c. dc. c. وهنقول اوكي اذا قلنا run وضغطنا double click فهتلاقي ادي الاوتبوت دياتة اللي عندك ده كان الجزء الاول من محاضرة السيميولينك ونكون ادينا بصة سريعة على بعض التولز المهمة اللي موجودة في السيميولينك ومع السلامة